خليني أتكلم عن بعض الأمثلة اللي بتعبر عن قدرة الخلق من خلال شخصية وهوية يسوع المسيح في معجزة حدثت أمام الآلاف وعلى فكرة معجزات المسيحية معجزات محبة ورحمة وهي آيات وحدثت المعجزات ليس للإبهار لأنه كانت قوة تخرج من يسوع المسيح فالمعجزات كانت شيء طلقاء طبيعي حيث وجد يسوع وجدت المعجزة والمعجزات كانت أمام الأعداء والأصدقاء على السواء واحدة من المعجزات المذكورة في الأربع بشائر في الإنجيل المقدس هي معجزات إشباع الآلاف فالمسيح أحبائي سواء في يعني مذكور في الأربع أنجيل ولكن في إنجيل يحنى إصحاح ستة بيتكلم عنها بإسهاب كامل لأنه بحاول يعبر عن المعجزة أنها آية فيها بعد روحي فيها عمق روحي فيها تفسير روحي إشباع خمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين بتقول لي طب ما فيه مادة برضو محتاج مكونات أخرى ومن يستطيع أن يخلق من المادة مادة الله وحده له القدرة على الخلق فأشبع خمسة آلاف معدى النساء والأولاد إذا حطناها في إحصائية معتدلة المسيح أشبع مش أقل من عشرين لخمسة وعشرين ألف شخص من خمسة أرغفة خمسة أرغفة خبز وسمكتين قل لي هاي المعجزة فيها خلق ولا ما يوجد خلق مادة لم تكن موجودة هي معجزة أحبائي تعبير عن قدرة الخلق مكتوب أكلوا وشبعوا وزاد حتى جمعوا 12 سلة فإذا إشباع آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين إن دل على شيء بدل على قدرة الخلق وهذا برجعنا للعهد القديم إن الله كان يشبع الشعب القديم بالمن ولكن هنا يسوع بشكل ظاهر أمام العيون صنع هذه المعجزة مش بس أشبع خمسة ألاف أشبع أربعة آلاف مادة النساء والأولاد في منطقة الأمم وجمعوا سبع سلال سبع قفف فإذا قدرة المسيح على الخلق هي من صفات الله ومن أخص خصوصيات الله من يستطيع أن يخلق خبز وسمك يشبع عشرين ألف شخص أي حسابات اليوم أي رياضيات أي عناصر يعني طب ما فيه عناصر كتير في السمك وفي الخبز والسمك يعني ما رحوش يصدوه من البحيرة كيف أجه؟ إزاي؟ حكي لي وجاهز الخبز يعني محتاج أنك تزرع القمح في الأرض ومحتاج تستنى موسم كامل وتحصدو والسمك محتاج أنك تصيدو وتنطفو وتشويه عملية يعني طويلة تخيل بدك تعمل هذا الشيء لعشرين ألف شخص ولكن مجرد أنه قال أعطوا فواضح أنه كانت معجزة من خلال قدرة المسيح الفائقة فهل يستطيع المسيح أن يخلق من هذه المعجزة؟ نقول نعم ثم نعم وآمين إنه القادر على كل شيء ترجمة نانسي قنقر